أمر أمري وبعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 4 لسنة 1964 وفي شأن توارث الإمارة وعلى الأمر الأمري الصادر بتاريخ السادس من شوال لعام 1445 هجرية الموافق الخامس عشر من مايو لعام 2024 ميلادية بتعيين رئيس مجلس الوزراء وعلى الأمر الأمري الصادر بتاريخ الثاني من ذي القعدة لعام 1445 هجرية الموافق لعام 2024 في العاشر من مايو وعلى المرسوم رقم 73 الصادر بتاريخ الرابع من ذي القعدة لعام 1445 هجرية الموافق الثاني عشر من مايو لعام 2024 ميلادية بتشكيل الوزارة أمرنا بالآتي مادة أولى يزكى شيخ صباح خالد الحمد لمبارك الصباح وليا للعهد مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء عرض أمرنا هذا على مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات الدستورية المناسبة مادة ثالثة يعمل بأمرنا هذا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح صدر بقصر السيفة بتاريخ الرابع والعشرين من ذي القعدة لعام 1445 هجرية الموافق الأول من يونيو لعام 2024 ميلادية